السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهدي من قناة مصر قلنا وأكدنا في حلقات سابقة أن المملكة العربية السعودية نجحت في أن هي تمارس ضغطها من خلال أوراق الضغط اللي بدأت تستغلها على أفضل ما يكون وبدأت تجبر الولايات المتحدة الأمريكية أن هي تعدل سياستها إلى درجة أن أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية قدم اعتذاراته للطرف السعودي على ما اقترفته أيديهم في مراحل سابقة وعلى وقاح جو بايدن في حق المملكة العربية السعودية عندما أطلق تصريحاته اللي مضمنها أن السعودية دولة منبوزة وليمكن بأي حال من الأحوال أن نحن نتعامل معها وبدأ يتعامل معها بأرف وغالياتة وإلة أدب بدأ أنتوني بلينكين يقدم اعتذاراته ومش كده وبس رئيس المخابرات الأمريكية أيضا في جوالات مكوكية ما بين السعودية وما بين واشنطن قدم كل الاعتذارات قلنا أن السعودية كسرت شوكت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الناس هجمتنا لحظتها تعالوا بقى أشوفوا حضراتكم التقرير الدولي الممتع ده اللي نزل النهاردة في مجلة foreign affairs وده طبعا تقرير للصحفية داليا داساكي التقرير ده بيؤكد وهي بتؤكد من خلال التقرير بتاعها أن الولايات المتحدة الأمريكية خضعت وانكسرت وركعت للمملكة العربية السعودية بعدما السعودية نجحت في أن هي تتصدى لكل مطالب أمريكا بعد انفجار أزمة روسيا وأوكرانيا ونجحت السعودية في أن هي تشق طريقها بقوة دل على ذلك التصريحات اللي كان أطلقها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اللي قال بالحرف الواحد حين الوقت أن المملكة العربية السعودية تشق طريقها دفاعا عن مصطحتها بطريقتها الخاصة بعيدا عن التأثيرات الأمريكية بعض الناس يقول لك إزاي؟ ده دولة عميلة الأمريكا ده دولة صفاتها ده دولة مش عارف من في إيه الكلام اللي لا يسمن ولا يغني من جوة ده التقرير بتاع الست داليا داسكي اللي هو في مجلة فورين أفيرز عاوز أوري لحضراتكم صورة منه بشكل سريع جدا عشان تتأكدوا ما نشر الركوع للأمير تقرير أمريكي يصف زيارة بايدن للسعودية بالخطأ يعني أنت ركعت للسعودية لازم ترجع بشكل سريع للغاية لأن طبعا السعودية مش هتديلك أي نتائج إيجابية يعني عم جو بايدن خلي بالك أنت ركعت للسعودية والسعودية عرفة طريقها كويس جدا شوفوا التقرير حضراتكم بيقول إيه التقرير بيقول أن جو بايدن خلال زيارة مقترحة للسعودية مش هيقدر يقنع السعودية بزيادة إنتاج النفط ولا هيقدر يفرض عليها تحركات بحيث أن هي تشارك في فرض العقوبات على روسيا التقرير بيؤكد أن الزيارة المقترحة لجو بايدن عشان يخلي السعودية تزود إنتاج النفط مش هيحصل لا السعودية هتوافق على زيادة إنتاج النفط استجابة لأمريكا ولا السعودية هتوافق أن هي تتشارك مع أمريكا في فرض أو مسندة العقوبات المفروضة على الطرف الروسي الكلام ده كنا احنا قلناه منذ أسابيع لما الناس هجمتنا التقرير قال أيضا مقابل نجاح مشكوك فيه سوف يحصل جو بايدن على ضرر شبه مضمون بسمعته يعني أنت مش هتقدر تحقق أي نجاحات من زيارتك للسعودية بل بالعكس جو بايدن هيخسر سمعته ليه؟ لأنه كان في السابق بيهاجم المملكة العربية السعودية بزعم أنت هكذا حقوق الإنسان وجمال خشونكي ومحمد بن سلمان ومش عارف مين والكلام الفاضي ده كله أنت جاي تلحس جزمت السعودية في سبيل أنك تتحقق أهدافك؟ لا السعودية مش هتحقق أهدافك هو ده على فكرة اللي احنا توقعناه جماعة في حلقة منذ أيام قليلة لما بعض المتابعين سألونا هل يطر السعودية هتخضع للشروط الأمريكية إلى درجة أنه هي هتستجيب لجو بايدن وتزود إنتاج النفط وتساعد وتدعم فرض العقوبات على روسيا نفينا الكلام ده قلنا بالحرف الواحد في هذه الحلقة من الممكن أن تستجيب السعودية لبعض الأشياء التي ليس من بينها أي فرض العقوبات على روسيا بل بالعكس من الممكن أن تضغط على أمريكا لصالح روسيا مقابل أن هي تزود إنتاج النفط يعني خفف الضغط وخفف الحصار على روسيا وبالتالي ده يعتبر انتصار لروسيا مقابل أن أنا ما عنديش مانع أن أنا أزود لك إنتاج النفط وهي دي مطالب روسيا ليه؟ مش حبا وتغزلا في جمال روسيا فقط لا غير إنما حبا وتغزلا في المصلحة المشتركة النظام العالمي الجديد الذي بدأ ينطلق من قلب المنطقة العربية التقرير الأمريكي بيقول كده بيقول أن الرياض مش هتقطع علاقتها مع روسيا من أجل زيادة النفط بالمرة مش هيحصل ثم التقرير بيقول قبل كل حاجة السعودية هتبص فقط لا غير لمصالحها الخاصة هو ده حضرتكم اللي قاله محمد بن سلمان وليه العهد السعودي إن حان الوقت إن السعودية تشؤ طريقها بعيدا عن الدوران في الفلك الأمريكي لمصلحة أمريكا حان الوقت إن السعودية تترجم مصالحها على أرض الواقع ومش عاجب جو بايدن يخبط دماغه في أقرب حيطة دي كان مجمل التصرحات بتاعة محمد بن سلمان ثم التقرير الأمريكي بيقول إن السعودية مش هتعبر أمريكا هتحط مصالحها قدامها وهتأخذها بعين الاعتبار ثم التقرير الأمريكي بيؤكد علاقة السعودية بالصين وروسيا تطورت بطريقة مش هتستطيع أمريكا إن هي تستقطب السعودية بعدها النظام العلامي الجديد اللي احنا ذكرناه لحضرتكم في حلقات سابقة ثم التقرير الأمريكي بيؤكد إن قادة الشرق الأوسط مصممين على دعم روسيا شفت حضرتكم إن تحليلاتنا السابقة اللي أكدت نفس هذا التوجه وحللنا الوضع وقلنا بالحرف الواحد إن التكتل العربي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يكبر ويتنامى بشكل كبير لأول مرة لإن المنطقة العربية إرفت من توجهات الولايات المتحدة الأمريكية الواقحة في قلب المنطقة أضيفه إلى ذلك إن جو بايدن ما قدمش السبت عشان المنطقة العربية تقدم الحد وبالتالي إحنا أكدنا إن لا يمكن إن المنطقة العربية ترجع بعقارب الزمن للوراء لإن تشكل النظام العالمي الجديد وما حدث ما بين روسيا وأوكرانيا أو ما بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بيهدد المنطقة العربية في حالة إن هي ساعدت ودعمت الولايات المتحدة الأمريكية أو أخذت طرفها حتى لو أمريكا رمت لها الحب أو رمت لها المغريات عشان تستقطبها قلنا بالحرف الواحد إن المنطقة العربية بدأت تتحرك لأول مرة بشكل يحقق مصالحها ليه؟ لأن النظام العالمي الجديد لو ما كنتش هتبقى رقم فاعل هتبقى مفعول به وبالتالي هتندس تحت الرجلين المنطقة العربية تعلمت من رأس الزئب الطائر تقرير الأمريكي بيؤكد إن السعودية خلاص في نيتو التقرير بيؤكد إن الولايات المتحدة الأمريكية ركعت للسعودية البهوات اللي كانوا بيهجمونا في حلقات سابقة ويقولوا ده السعودية صفاتها ده السعودية عميلة ده صفاتها ده نعاتها يا طرى تعليق حضراتكم على التقرير الأمريكي ده ايه؟ احنا بالنسبة لنا لا تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر